السلام عليكم عاملين ايه لسه مكملة معاكم في فيديوهات وصفات وحلويات لعدميلات بالنصي وصفاتها تنفعكم او لو عندكم مناسبة اوعد ميلات او في الايام العادية نعمل مع بعض الكوكي الزلعبط حلو قوي وكل العيال بيحبوه احنا كمان بنحبوه والطريقة سهلة وحلوة واحلى كمان من الكوكي الزلعبط اول حاجة معايا السكر كوبايا لربع سكر نتحنه لما يتحن ينفيش كده ويزيد احنا بنعاير قبل الطحن قبل الطحن بيبقى كوبايا لربع كوبايا لربع زبدة هنقلب بقى الزبدة مع السكر الزبدة بدرجة حرارة الغرفة طبعا احنا في الشتاء فقاعدت خدت وقت على مزاحة فنا دخلتها دقيقة بس الفرن خلاص حبين بقى كده كده تمام هنحط كمان 50 جرام زيت يعني معلقتين كبار هنقلب بقى كل ده هو عادي جدا مش بيحتاج مضرب ولا اي حاجة هنحط كمان بضايا ممكن يعني تضربه على ايدك بالمضرب اللي ادوي عادي هنحط فانيليا بضايا واحدة بضايا واحدة هتعمل معنا كل الكمية هنضرب بقى بالمضرب هو زي ما قلت لكم بيتضرب بالمضرب العادي عادي جدا وصحل انا بس اضرعي وجاني فحابت ايه اسهل على نفسي شوية كده كده هتجي مرحلة هنستخدم ادينة حط كمان نص فنجان لبن نص فنجان صغير الفنجان اللي بنعمل فيه القهوة خلاص يعني مش كوباية جبيرة هنحط كمان ربع معلقة نسكا فيه كده انا حبيتها ديف تطش بس قهوة كده عارفين الباسكوت اللي بيكون بالقهوة بيكون فيه طعم القهوة بس هو يعني طعمه مبانش خلص ممكن عشان احط كمية صغيرة مش عارفة بس هو طعمه مبانش خلص يعني مش حابين تضيفوه خلاص نحط الضقيق بقه معانا كوبايتين ضقيق هنخل اول كوباية كويس قوي كده هو حاولوا اي ضقيق في اي حاجة تنخلوه كويس عشان يبقى معاكو هش كده و ناعم ما يبقاش مكتل و مكالكع هقلب اول كوباية بس كده هدي لها تقليبة وهضيف الكوباية التانية بعدا ما نقلب دي شوية مع السويل خلاص مكونات سهلة وحلوة قوي هتدي معاكو كمية كبيرة وحلو هتعود معاكو اسبوع نحط بقى كوباية الدقيقة كده وننخلها حط رشة صغيرة خالص بكينج بودر يعني على طرف المعلقة ما تكتروش خالص نحط كمين كاكاو خام نحط معلقتين كده تقلبهم كويس ورازم يتنخل لان كاكاو بيبقى مكتل جامد من الرطوبة هنقلبه كويس ونعمله بالمعلقة كده عشان يضوب ويفك معاكو هنقلب بقى في المرحلة دي المضرب هيتقل معاكو عشان خلاص احنا ضفنا كل الحاجات البودر فهيتقلعنشيل بقى المضرب ونكمل بقى دينا شايفين العجينة صيحة ازاي كده احنا هنحتاج الدقيق هنحط معلقة المعلقتين هنعرفين طبعا ان الدقيق بيختلف من العجينة التانية هنحنا بس هنزود معلقتين وبرضو هننخلهم اي حاجة هنضيفها هننخلها هنقلب بقى كده ونشوفه القوام ما تزودوش دقيق زيادة عن اللزوم عشان العجين ما ينشفش معاكو ويحقر لان ده بسكوت يعني عجنت واسمها نواعم ولا تسيبوه سيح يعني حاجة كده في النص بصوا لما ترفعوه بالمعلقة هو مش بيقع وفي نفس الوقت مش نشف محجر يعني خلاص هنقلب كده شايفين هو ميز كاوه في المعلقة في المرحلة دي هنبتدي نشكل مش هنزود دقيق عن كده خالص لو زودت عن كده هيتلها نشف ومحجر معاكي معانا بقى شكلاتة خام دي دارك دي اللي هنحطها فوق البسكوت اللي هتخلي الكوكيز بداعنا احلى كمان من البسكوت العبد خد بص ربع الالب طبعا بيكون بدرجة حرارة الغرفة نقطعه كده مكعبات بالسكينة لو بدرجة حرارة الغرفة هيتسهل عليك كتير لو نشف هيتعبك وهيبقى صعب نقطعه بقى مكعبات كده صغمونة على قد البسكوتة بصوا انا ف نفس التوقع قلت نعمل بقى كوكيز وبا قلت جوز جاي بالكوكيز من العبد اقول لكم الفرق بصراحه الشوكولاتة اللي في البيت دريم اللي احنا بتخدمها احلى بكتير من شكورة التلعب بس الحلو اللي في الكوكيز بتاعي العبط ان فيه طعم زبدة حلو كده ما عارفين ان طعم زبدة اللي بيكون في محلات الحلوانين طعمه حلو قوي لكن الشوكولاتة لا الشوكولاتة اللي احنا بتخدمها احلى بكتير خلاص هنشكل بقى كده احنا مش مليد نصطنية اي حاجة هو الكوكيز في الزبدة بتاعتي فمش هيلزق هنشكل نفس الحجم اللي هم عملوه اعمل معي صانيتين شايفين الصانية تانية دي كمان انا قد نتكبرها الحجم بتاعها شوية لان انا بحبه وطاري لما تكبروا الحجم بيكون طاري نحط بقى الشوكولاتة في كل حتة كده هي الشوكولاتة بتكون كتير اي فاتفت شوكولاتة توقع منك وشيلوها لان هي هتتحروقها تبقى صعبة في غسيلة للصانية كمان هتعمل لكم رحة نضيف بقى الشوكولاتات بتاعتنا كويس قوي في كل حتة يوم بحطين شوكولاتة كتير نزود في كل حتة ما تسيبوش حتة فاضية نضيفوا بقى في كل حتة كمان الكوكيز بتاع العبد العلبة هيدوبك فيها ست بسكوتات وغالية جدا احنا عملنا بقى يعني كمية كوكيز بتاع ولب 200-300 جنيه هتشوفوا معي الكمية في الاخر هاشيل منها وهناكل منها وهيتبقى في الصرية يعني بص يعب غرق بها الدنيا وكين تحطها للولايات في اللانش بوكس بتاع عندي كان ميلاد حبت اكلها كده الصبح مع فنجان قهوة كوباية نس كافي هتبقى حلوة قوي هتعجبك قصا وهتعمليها كل اسبوع انا بقيت بعملها على طول يعني مش بس في اعاد الميلاد لا هتعجبك وهتعمليها على طول شايفين بقى اندخلها الفرن على درجة حرارة يعني الفرن الزخن من قبليها على درجة حرارة 180 لو فرنك بيسخن جامد لو فرنك عادي يبقى على درجة حرارة 200 لو فرنك بس ربع ساع في الفرن ونطلعها نسيبه بقى يبرد خالص ويهدى شايفين؟ هنسيبه يبرد عشان نطلعه بكل سهولة شايفين؟ طلع اهو ولا لزق ولا اي حاجة ولون من تحت حلوة قوي شايفين؟ ومش دهنين اي حاجة ويطلع بكل سهولة لان البسكوت في الزبدة وفي الزيت بتاعه فمش هيلزق خالص هرصصه بقى في علبة لان دي كمية زيادة فانا هشالها في علبة غير الكمية اللي هنكون منها هتشوف بقى الكمية كثيرة معي ازاي انتي ممكن تشلب الاسبوع لولادك لو هيروحوا للمدرسة ياخدهم معاهم اعتكلم انه انتي كل يوم مع كوباية قهوة كوباية نسكافي تحفة بجد احطه كده في علبة وهنغطي يعني علبة محكمة الغلق وهنشيله نقعد معاك عادي جدا اسبوعين اسبوع براحتك خالص شايفين الكمية حلو ازاي بكمان البسكوتها زي كبيرة بسكوتها بتاع العبد بتكون صغيرة عن كده ممكن تكون يعني الواحدة بتعمل واحدة ونص بتاع العبد خلاص شايفين كماية حلو ازاي لسه هتشوفوا بقى الكمية معي اللي هنقدمها مع بعض هنغطيها بقى بس هسيبوا ايه ده خالص لان الشوكولاتة بتاعته لسه صحيحة ازي بقيت الكمية ازاي بقى الصناية التانية لسه كاملة زي ما هي هنقدمها بقى هي طبقة تبقى حلو قوي هتشرفك في العظمات لو عندك عند ميلاد عندك حفلة ولادك بقى رايحين للمدرسة عندك حد جاي لك البيت ليك وانتو في البيت طبعا الشيطة بيحب المغبوزات والبسكوتات والفورن دايما يكون شغال في البيت عميلي بقى عيش فطاير بسكوتات حاجات دي بتبقى حلو قوي في الشد مع مشروب صخن او دافي كده شايفين بقى الصناية لسه فيها بسكوتة اهو غير اللي احنا شناه في القلبة كمان منكمية حلوة جدا قولولي بقى بتحبوا تشربوا مع شاي ولا قهوة ولا مع نسكة فيه ولو لسه مكملين معي الفيديو لحد دلوقتي متنسوش تعملوا اللي لايك متجربوا الوصفة هتعجبكم قوي وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش ويا رب الفيديو يكون عجبكم وبس كده هتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة